من المثير للقلق أن 24% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاماً في الأردن هم من المدخنين الحاليين وهو اتجاه قد يتفاقم مع الاستخدام المتزايد للسجائر الإلكترونية الشائعة بين الشباب في بلد يصنف ضمن أعلى النسب عالمياً بعدد المدخنين بحسب مدونة نشرها البنك الدولي مؤخراً طبعاً بلشت تدخن في 2018 كانت تدخين ناجم أول شيء عن البيئة والأصحاب بعدين صارت تظهر عليه ضغطات نفسية أكثر يعني نوعاً ما طبعاً أثر عليه صحياً بشكل كثير كبير طبعاً والدي هو شخص مدخن من لما كان عمره 15 سنة أثر الموضوع عليه بشكل كبير عمل له كثير أمراض صحية وجسدية وصار متكاسل حتى أسنانه كمان يعني تأثرت بهذا الأشي إحنا كأسرة عندي ماما عندها تحسس أختي عندها أبو وأنا برضو عندي تحسس ما بنتحمل التدخين فلما بابا كان يدخن عندنا في البيت كنت جداً أتعب من الموضوع هذا أنا وأسرتي كاملين تتوسع دائرة المدخنين لدى البالغين بنسبة 41% فيما تنفق خزينة الدولة أكثر من مليارين ونصف المليار دينار سنوياً على تبيعات التدخين في المجال الصحي نحن للأسف اليوم في الأردن عم نلاحظ أو أرقامنا عم يتفرجين أن نحن عندنا أكثر من 9000 حالة وفاة سنوياً بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين بشكل أساسي واحد من أصل كل 6 فتيان اليوم في الأردن بمارسو التدخين واحد من أصل 14 صبية أو فتية عندنا بمارسو كمان للأسف التدخين نحن محتاجين اليوم وقفة وطنية وقفة وطنية كلنا نشتغل لمكافحة قضية مهمة من القضية للتدخين اللي هي اليوم مسبب أساسي لأكثر من 80% من الأمراض بشكل عام وللسيطرة على أعداد المدخنين تنطلق بين فينة وأخرى حملات توعية لتجيع الإقلاع عن التدخين ومراجعة عيادة الإقلاع عنه لكن هذه الحملات لا تكفي بحسب مختصين وذلك لحاجتها لتغيير ثقافي وصحي عميق في المجتمع السجاير الإلكترونية اللي هي يمكن صارت شكل من أشكال الموضة بين الشباب بهذه الفترة فهذا التوجه خلنا نركز على أنه نتبع هذا الأمر نحاول نخاطب الشباب بآليات غير تقليدية والحقيقة هذا أمر ما بيكون سهل لأنه أنت تخاطب الشباب بآليات غير تقليدية بالنسبة لموضوع مكافحة التدخين فمن هون عم نركز على فكرة أنه ليه التدخين أو نحاول نبحث عند الشباب ليه بتدخين أو ليش التدخين خيار بالنسبة لك هل هو حاجة هل هو عادي هل هو إدمان ونحاول نوجههم التوجهات الصحية والنفسية والسلوكية المناسبة بتعاون مع الجهات المختصة أعباء صحية ومادية ونفسية يخلفها التدخين على الأسر والدولة الأردنية رغم أن التدخين يحصد أرواحا كثيرة لكن هذه النسب تتصاعد منذرة بتحديات متعددة الأوجه مستقبلا